ويد بتحمل اسم الراح وده يمكن اللي احنا يعني النهج اللي احنا شايفينه بقالنا سبع سنين ان شاء الله اكتر نتكلم عن تمكين الشباب في الفترة القادمة وازاي الشباب يقدرون ان هما يبقوا بما ان الدكتور هشام ذكر فكرة ان احنا دخلين على انتخابات وما الى ذلك ازاي الشباب يقدروا يتمكنوا في هذا الوقت الرئيس منذ برضو بداية توليس مقاريد الحكم في مصر هو على رأس اوليات ملف الشباب فالنهاردة الشباب لابد من انخراط في العمل العام للنهاردة الشباب شغالة في العمل العام على فترات منذ حدوث مؤتمرات الشباب واحنا بناخد الباور احنا خلاص نزلين الشارع بنبدأ نشتغل مع الناس فالنهاردة جي نضمن خارط الطريق لانتخابات البرلمانية القادمة وانتخابات مجلس الشيوخ فانا شايف ان نسبة كبيرة من الشباب هتشارك وانا عندي سكة في الناس وفي وعي الشعب ان الشباب هو قادم ان لان تبنى مصر الا بسواعد ابناء الشباب يعني انا هتكلم عن نفسي احنا شغالين في الهرم على قادم ونوساط بعد ما اتخرجنا من البرنامج واخدنا البرنامج الرئاسي واشتغلنا في منتدايات الشباب كان الريس انزل اشتغل في الشارع عشان يبقى عندك اراضة شعبية يبقى عندك شعب عندك ناس يقولوا احنا عايزين فلان فالنهاردة احنا بننزل الشارع بنشتغل الانتخابات البرلمانية القادمة لابد من تمكين الشباب كمان الدستور ادى حقية للشباب بنسبة 25% للمرأة و25% شباب فطبعا ده هيدي اتاحة كبيرة للشباب اول خبر يفرح مساواه 25% طبعا والشباب كمان يعني ان شاء الله قادر على تحمل المسئولية في الفترة القادمة وقدرين ان شاء الله على ثقة الشعب المصري وثقة الرئيس ان احنا نقود مصر في المرحلة القادمة عن طريق الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس النواب وان شاء الله باذن الله مصر زي ما قال سياطر رئيس في البداية هتبقى ام الدنيا وقد الدنيا طبعا وطبعا انا بشكوره برضو على الانجازات اللي تمت في وقت قريب كباري وطرق وقت قصير جدا وقت قصير جدا ممكن زي ما دكتور ريشام قال ان كان فيه توازي للمشروعات في ظهرت كلها مرات يعني تخيالي حضرتك يعني تغيبي مثلا شهر في مكانه وترجع تلاقي كباري وتلاقي حاجات وعلى اعلى مستوى يعني فتحية اجلال وتقدير للقائد الاعلى لا انا خايفة انتحسد والله بعد حالك والله صراحة يعني تحية للسيد الرئيس عفتاح السيسي بصراحة من شباب مصر على اهتمامه بمصر يعني هو قال ربنا هيسألني على فعلا ربنا يا باريك لك يعني يا ريس في اللي حداك بتعمله في مصر وشباب مصر طبعا دكتور ريشام كيف ترى مستقبل الوطن طبعا مستقبل الوطن كلمة حلوة ان شاء الله مستقبل مشرك وضاء طبعا زي ما ذكر كده الصديقي لسيد محمد ابو عيث وهو طبعا من الشباب الوطن المحترم في منطقة الهرم ولليه لمساته اللي هو مسك بين الاتنين يعني بين العلم وبين الواقع بين الناس مستقبل اي وطن هو فيه شباب ويمكن كان فيه مقال اسمه الحلم والعلم والواقع لكن انا دايما اللي بنصح بالشباب هو التسلح بالعلم مع عدم الابتعاد عن الواقع لان انت ممكن تكون معاك كثيرا من الشهادات العليا لكن انت غير مدرك لمشاكل الواقع هذا بيحصل فجوة بين الاتنين لكن مستقبل مصر في تلاتين ستة نقدر نقول ان الحمد لله نحنا بعد سبع سنوات وبعد وجود الرؤية لعشرين تلاتين وعشرين تلاتة وخمسين الدولة المصرية مفيش فيها عشوائية يعني مفيش عشوائية فيها في التخاذ القرار وده يكفي يكفي ان انت فعليا تبقى بكرة عارف هيحصل هيحصل ايه ده في حد ذاته انجاز كبير كثيرا يمكن في الاوقات اللي فاتت كنا عشان خطر نحق حاجة تمام نقعد فيها وقت طويل او تعطي وقت طول زي ما حتى بنقرأ في الكتب يعني مشرط ان احنا نبقى معصرين هذه الامور لكن احنا مثلا ارينا في الكتب كده مستقبل مصر لابد ان يكون فيه اخراج جيل من الشباب قادر قادر فعليا على حماية كيان الدولة المصرية سواء كان في الخارج او في الداخل هذا الشباب يتم تسليحه بالعلم وبالفعل يمتلك الوعي الكافي لان احنا في مرحلة اكبر من كده اللي هي مرحلة ما بعد الحروب في المنطقة العربية احنا عندنا ملف دي ملف ليبيا ملف سوريا كل ملفات ملف اليمن كل ملفات دي محتاجة فعليا تكاتف محتاجة فعليا وجود رؤية كاملة لجامعة الدول العربية حتى تكون هي المنبر الذي يستطيع ان يحقق امال ومستقبل البلاد اللي هي اعضاء فيه انا بادع طبعا الشباب ان هوا ما يخافش من الاستحقاقات الدستورية الدستورية القادمة وان هذه الاستحقاقات انتليك كيان فيها اي نعم مجلس الشيوخ المفروض ان هو يقرب شوية من الشباب الخبرة والهو يمتلك خبراته مجلس النواب لا تحت سن 35 سنة في الكوتة للشباب ان شاء الله مصر في الفترة القادمة هتكون افضل كما توقعنا لها في 30 ستة 2013 كل سنة الطيبين كل التحية لسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل التحية لقوات المسلحة كل التحية للشرطة المصرية والجهاز القضاء والشعب المصري القائد والمعلم الشعب المصري هو القائد والمعلم شكرا جدا وشكرا على هذا الحديث اللي انا شروفت به ونظرا لنقضاء وقت الحلقة انا بشكركم جدا جدا كنت اتمنى ان انا اتكلم معكم اكتر واكتر في الانجازات المشهرية الحاجات اللي احنا نحبب ان احنا نحققها في وطننا والوطنة ولكن ما نراه يسر اعيننا وطبعا مبسوطين جدا جدا بالانجازات اللي بتحصل على الصعيد اللي احنا شايفينها بعنينا ولمسينها بأدينا بشكركم جدا مشاهدين اللي تابعتونا النهاردة ببرنامجنا الشباب على الهاب بشكر طبعا ضيوفيك الموجودين معنا النهاردة وشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادرة شكرا جزي